أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا والتي تبثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتين الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية خلال اجتماعه مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي في العاصمة الفرنسية باريس أعرب رئيس السيسي عن تطلعه لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين حيث أكد رئيس الفرنسي تقدير بلاده لمصر على المستويين الرسمي والشعبي والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات مشيدا بجهود الرئيس السيسي لصون الأمن والسلم الإقليميين كما شهد الاجتماع التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية لا سيما مستجدات قضية الفلسطينية وصوب الإحياء عملية السلام حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه جهود المصرية ذات الصلة بما فيها جهود إعمار قطاع غزة مبدئا تطلعها لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة المستقلة وفق المرجعيات الدولية كما تم استعراض تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان حيث أكد رئيس السيسي أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية من جانبه أعرب رئيس ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنصيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وذلك في ضوء الثقة للسياسي المصري في محيطها الإقليمية مشيدا في هذا الصياق بالجهود التي تبدلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا حيث تم التوافق على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين التحلب المسئولية لإيجاد حلول وأليات عملية تخفف من تدعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا وأكد الرئيس السيسي في هذا الصياق على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوح أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية كما أطلع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة قمة العالمية للمناخ كوب 27 بشار مشيخ في شهر نوفمبر القادم ومساعي تنصيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية من القمة ترجمة نانسي قنقر